دار الرئاسة بصنعاء تضرب بمدافع الجيش لحظة فارقة في تاريخ المواجهة مع الانقلاب صادف أن تحقق ذلك مع مرور الذكرى الثانية لبدء عاصفة الحزم في السادس والعشرين من مارس 2015 قبل عامين كانت المعادلة العسكرية مختلفة تماما فقد فرض الانقلابيون خياراتهم بقوة السلاح وكانوا أول من استخدم هذا السلاح في مستهل حرب أهلية فرضوها في كل أنحاء البلاد وفرضوا سيطرتهم على الدولة بإمكانياتها وسلاحها وجيشها وقواها الأمنية جردة حساب عامين من التدخر العسكري للتحالف تكشف عن إنجازات لا حصر لها ونجاح لا تخطئه عين فالجيش الوطني هو من يواجه الانقلابيين على الأرض وهو اليوم من يقصف المواقع العسكرية للانقلابيين في العاصمة استعادت السلطة الشرعية سيادتها على معظم الأراضي اليمنية والموانئ والمطارات وعلى مضيق باب المندب وتشرف في هذه الأثناء على معركة وشيكة لاستعادة صنعاء والحديدة بات الانقلابيون محشورين ليس فقط في جغرافية ضيقة وإنما في أضيق الخيارات فإما القبول غير المشروط بالسلام وإما لاستسلام انتحارا فجر الانقلابيون الحرب بذءا من صعد وانتهاءا بعدا وكانت حربا من طرف واحد لأن الجيش الذي تعهده المخلوع صالح انحاز للانقلاب ووضع نفسه وإمكانياته تحت تصرف القادة الميدانيين للميليشيا الجهوية والطائفية وأفرغ كل ما لديه من ذخيرة فوق رؤوس اليمنيين واستحق لذلك أن يدرج تحت طائلة العقوبات الدولية بصفته طرف معرقل للتسوية السياسية دمرت عاصفة الحزم معظم الإمكانيات التسليحية للانقلابيين فلوحوا بالخيارات الاستراتيجية وبدأوا بمهاجمة القرى السعودية الحدودية ولكنهم غارقوا عند هذه القرى ولم يستطعوا تجاوزها حتى اليوم وبموازاة ذلك بدأ الانقلابيون بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه العمق السعودي ولكن خيارهم الاستراتيجي هذا سقط أيضا وسقط مفعوله فتحول ما تبقى لديهم من هذه الصواريخ صوب مدينة مأرب لا أكثر من الاندفاع إلى الانكماش ومن الهجوم إلى الدفاع اليائس تلك هي مسيرة المغامرة التي قادها المخلوع صالح وزعيم الميليشيا الحوثية ومن ورائهم إيران سعيا وراء فرض الهيمنة في هذه الرقعة المهمة من جغرافيا الجزيرة العربية وفي المقابل كانت مسيرة السلطة الشرعية ومعها تحالف دعم الشرعية تنضي قدما وبثبات محمولة على أحلام اليمنيين باستعادة الدولة والسلام والاستقرار والهوية تتقدمها كتائب الجيش اليمني الحديث الذي تأسس على أنقاض الهوية المتشضية لجيش المخلوع صالح ومؤسساته ودولته المنهارة تم استعادتها موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة